اشتركوا في القناة اقصى 18 درجة جميعاوية درجة الحرارة حاليا و 50% الرطوبة بالنسبة للرؤية الأنفقية ممتازة أكثر من 12 كيلو متر صور الأقمار الصناعية تبين نسمة خالية من السحب بوجه عام راح تكون أجواء نصافية في فرص لعبور بعض السحب لكن الأجواء مشمسة في أغلب الوقت امتداد تأثير مرتفع جوي موجود ويانة وهو اللي عاد إلى الاستقرار طبعا خلال هذه الفترة ورح يستمر ويانة الاستقرار مع الرياح الشمال الغربية إلى متقلبة الاتجاه اليوم وباتشر الرياح خفيفة إلى معتدلة من ثمانية لثلاثين كيلو متر في الساعة أجواء باردة نسبيا درجات الحرارة تتراوح ما بين 11 إلى 16 درجة مئوية أجواء صافية والبحر خفيف إلى معتدل الموج من واحد إلى ثلاثة قدم حتى منتصف نهار يوم الغد الرياح راح تكون خفيفة إلى معتدلة الشمالية غربية من ثمانية لثلاثين كيلو متر في الساعة أجواء صافية في أغلب الوقت في فرص لعبور بعض السحب على بعض المناطق لكن بوجه عام راح تكون أجواء مشمسة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية أجواء مستقرة معتدلة من حيث درجات الحرارة أقل درجات الحرارة راح تكون داخل البحر في الجزر تتراوح ما بين 20 إلى 19 درجة مئوية أجواء مستقرة والبحر خفيفة إلى معتدل الموج من واحد إلى أربع قدم مساء يوم الغد تتراجع سرعة الرياح أكثر وتتراجع أيضا الأمواج تكون من 1 إلى 3 قدم ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 16 إلى 19 درجة مئوية في فرص لعبور بعض السحب العالية بين الحين والآخر مع رياح خفيفة إلى معتدلة شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه من 6 إلى 28 كيلو متر في الساعة البحر من فترات الحمل الأولة من 1 إلى 4 بعد ذلك يكون من 1 إلى 3 مد الأول ساعة 2 و 18 دقيقة صباحاً والمد الثاني ساعة 2 و 53 دقيقة الظهر والجزر الأول ساعة 8 و 53 دقيقة صباحاً والجزر الثاني ساعة 9 و 7 دقائق مساء المواقيت بإذن الله أذان الفير الساعة 54 والشرق الساعة 56 والمغرب الساعة 5 و 46 دقيقة أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة أجوانها مشمسة في أغلب الوقت والرياح خفيفة إلى معتدلة سرعة بوجه عام واعتدال في درجات الحرارة راح يستمر ويانا أيضاً لعدة أيام باتشر الهوى الشمالي غربي خفيف إلى معتدل من 8 إلى 30 كيلو متر في الساعة شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه 25 العظمة وصغر 11 درجة مئوية متقلبة الاتجاه الرياح إلى كوس في يوم السبت مع عبور لبعض السحب وفرص لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق خلال المساء راح نوافقكم أكثر في هذه الفرص بإذن الله في نشراتنا القادمة العظمة 25 وصغر 11 درجة مئوية الهوى كوس يتحول بعد ذلك إلى الشمالي غربي واعتدال يمي للدفء بشكل ملحوظ في يوم الأحد 27 عظمة وصغر 12 درجة مئوية ورياح خفيفة إلى معتدلة سرعة بوجه عام من 8 إلى 38 كيلو متر في الساعة شمالية غربية راح تستمر ويانا اليوم الأثنين مع أجواء مشمسة ومستقرة 23 عظمة وصغر 12 درجة مئوية ورياح خفيفة إلى معتدلة بعض الشيء من 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة راح نوافقكم أيضا بسرعة الرياح خلال نشراتنا القادمة أجواء مستقرة راح تستمر ويانا اليوم الثلاثة بذن الله اعتدال في درجات الحرارة 24 عظمة وصغر 12 درجة مئوية ورياح خفيفة إلى معتدلة من 10 إلى 30 كيلو متر في الساعة شمالية غربية أعزائي المشاهدين استقرار في الطقس راح يستمر ويانا واعتدال في درجات الحرارة خلال النهار أجواء تميل للبرودة قليلا في الفترات المتأخرة من الليل والفجر أشهدنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم